موسيقى أهلا بعودتكم أعزائي المشاهدين نحياكم الله في الفقرة الأولى والضيف الأول في صباح الثقافية لهذا اليوم موضوع مهم جدا يهم كل أب يهم كل أم يهم كل مربي يهم الوطن بشكل عام يهم المجتمع ألا وهو ثقافة الطفل والهوية ما نقدمه للطفل من ثقافة وآدب ينعكس بالتالي على طبيعته وشخصيته وهويته فالكتابة للأطفال ليست هواية أو متعة نمارسها إنما مسؤولية خطيرة تجاه جيل كبير من أبنائنا الأطفال إنما ما تقدمه وسائل الإعلام اليوم ويتفنن في إصاله إنما هي خلاصة لتجربة مجتمعاته البعيدة تماما عن عقلية الطفل العربي اليوم معي في الأستوديو الأستاذ التربوي عبدالواحد العلواني سنتحدث عن ثقافة الطفل ماذا قدمنا للطفل هل الطفل العربي فعلا فقد هويته من خلال ما يتلقى من الآخر هل قمنا بالأمانة كما يجب على هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع فلذات أكبادنا ماذا يجب علينا الواقع والمأمول حياكم الله أستاذ عبدالواحد سعيد بأن تكون معي حياك الله أهلا بك أهلا وسهلا أستاذ عبدالواحد قبل أن نبدأ في دور التنشئة والعوامل المؤثرة فيها وأنت الخبير ومن يقرأ الواقع الحقيقي أريد أن تعطينا نظرة عن ما نحن عليه اليوم هل الواقع الثقافي لأبنائنا هل ما يتلقى هؤلاء الأبناء جيد في الوقت الحالي؟ حقيقة أنا كنت أتمنى أن أكون متفائل إلى حد ما ولكن للأسف لا توجد حتى درجات أحيانا ربما قليلة حتى من التفاول بسبب عدم اعترافنا حقيقة بأن هناك مشكلة أصلا في الطفولة وعدم اهتمامنا بهذه المسألة وعدم مراجعتنا حقيقة لكل معارفنا السابقة عن الطفولة هذا الأمر يؤدي بالنتيجة إلى إهمال هذه الطفولة أو تعامل معها حقيقة بطريقة غير مناسبة أو غير ملائمة أو غير متجاوبة حتى مع العصر حتى غير متجاوبة مع هوياتنا الخاصة من ناحية التربوية خاصة ومن ناحية الثقافية أيضا بالمحاصلة هذه التربية مهمتها الأساسية المناطبها حقيقة هي تحويل الكائن البيولوجي إلى كائن اجتماعي الولادة الحقيقية للفرد هي الولادة الاجتماعية وهي مهمة مناطب التربية فإذا كان حال هذه الولادة حقيقة في مشكلة هذا يعني أن هناك فرد سيكون في إشكاليات كبيرة في شخصيته فكيف يكون قادر على تنمية مجتمع وهو يحمل كل هذه الإشكاليات في تركيبته جميل أستاذ عبد الواحد وأنا ألمس فيك نبرة التشاؤم ويمكن أشاركك جزء من هذا التشاؤم طبعا تربية هذا النشأ يشترك فيه عدة مؤسسات حقيقة بدءا من المنزل فالمدرسة فالشارع فالمسجد لكن من يتحمل مسؤولية هذا التشاؤم الذي نعيشه اليوم من يتحمل مسؤولية عدم التنشئة الصحيحة أو عدم التثقيف الصحيح أو عدم غرس القيم الفاضلة في الطفل المشكلة حقيقة هي ثقافية ولذلك هي شاملة هي مشكلة في الأسرة مشكلة أيضا في قيم الشارع مشكلة في قيم المؤسسة مشكلة في الخطط في كل شيء لأنها مشكلة في الأصل مشكلة في الثقافة نحن الآن نتعامل مع الطفولة حتى قناعاتنا حقيقة الموجودة مع أنها جديرة بالاهتمام وفي الأصل هناك نزعة في داخلنا نزعة فطرية في الأبوة والأبناء هذه النزعة موجودة حقيقة لكن لا نضعها في موضعها مثلا في اعتبارا من الأسرة حتى في المؤسسة على مستوى التخطيط لمسائل كثيرة حقيقة نعمل هذا الجانب ولا نقر بمشكلات كبيرة هي في الأصل مشكلات صحيحة هي مشكلات تخص قطاع من المجتمع الآن وهو قطاع واسع حقيقة في بعض المجتمعات يصل إلى أكثر من النصف لكن يجب أن ندرك أن هذا القطاع صحيح هو نصف الحاضرين اليوم ولكن هم كل المستقبل هذا يعني أن هذا المستقبل ملقى على قارعة طريق عندما لا نهتم به هناك إشكالية عامة حقيقة تبدأ من الأسرة وتنتهي بالمؤسسة وتنتهي حتى في ما يسمى بالمستقبليات أو التخطيط لهذا الأمر حقيقة الاهتمام بالطفولة دائما هو اهتمام بالخيارات الكبرى لأي أمة لأي دولة لأي مجتمع فهذا الاهتمام هو عنوان الغد هو مفتاح الغد أنا استطيع أن أقول حقيقة لا أريد أن أكون متشائم جدا هناك بوادر هناك أمور لكن حقيقة ما نعيشه الآن من أزمات وهي أزمات حقيقة يجب الاعتراف بها هي بدون شك تعود إلى جذور تربوية وجذور تربوية لا يمكن أنا أن أقول أنه هناك مشكلة فقط في الأسرة لا هناك مشكلة في الأسرة في المؤسسة في القيم العامة في مسائل كثيرة حقيقة جميل أستاذ عبدالواحد دعني أذهب بك بعيدا نوعا ما عندما تحجب جائزة التأليف أو الكتابة للطفل في أحد معارض الكتب قبل أسبوع أو أسبوعين من الآن ماذا يعني لك مثل هذا الحجب؟ هل يعني أن الأدباء والمفكرين أو قادة الفكر والأدب والثقافة لم يقوموا بدورهم تجاه الطفل؟ حقيقة هذا أمر يسير فيني بعض الذكريات خاصة عندما ملاحظات سابقة حول الثقافات الأخرى الثقافات مثلا الأوروبية مثلا كيف يعتنون بكاتب الأطفال وكيف يعتنون بالمربي حقيقة الحائزون على جائزة هانز أندرسون في أوروبا معروفين أكثر من الحائزين على جائزة نوبل حسب طبيعة المجتمعات حقيقة في مجتمعاتنا مع الأسف لحد الآن ليس هناك اعتراف بأدب الطفل على أنه أدب مع أنه حقيقة ربما يكون الأدب الأصعب ولأنه ليس هناك اعتراف فيأتي منهب أدب حقيقة لكي يمارس هذا الأدب ويكتب فيه وبالتالي تنخفض حتى قيمته هي قضية حقيقة عدم الاعتراف بهذه المسائل هو عدم الاعتراف بأهمية الطفولة بأهمية هذه المرحلة أحد جوانب الاشكالية التي تبدو أحد أعراضها حقيقة تبدو في المسائل الأدبية لحد الآن حقيقة حتى على مستوى مثل انتحادات كتاب أو على مستوى روابط أو كتاب إلى آخره إلى الآن هناك تشكيك بمسألة أدب الطفولة مع أنه حقيقة عندما نرى كبار الكتاب في العالم تجدهم يتباهون حقيقة بي نقطة أنا شخصيا من خلال تجربتي أنا أتباه بقصة للطفل كتبت أكثر مما أتباه بكتابي حقيقة أنا أفرح بقصة أنجزتها بطريقة جيدة هذا الأمر حقيقة غير متوفر في ثقافتنا وهذه المشكلة مثل هذا الحجب يعتبر مؤشر خطير لمستقبل مظلم نوعا ما يعني نحن أم حقيقة معروفة تاريخيا في مسألة الرواية والقصص والحكاية والحكاية الشعبية أدبنا تراثنا أدبنا تراثنا كذا إلى أخي كل هذه الأمور عندما أجد أن ثقافتي عاجزة عن إنتاج شيء يلائم الطفل أنا حقا لا توقع أن ثقافتنا عاجزة لكن هناك معايير وهناك أجواء لا تشجع حقا على الإبداع هناك مستوى مثلا من القراءة لا يشجع يعني عندما أقارن بين مستوى قراءة الطفل مثلا في أي مكان آخر وبين مستوى ما يتاح للطفل في بلداننا هناك مشكلة حقيقية هناك أرقام هناك تفاوت لا يمكن حقيقة أن تصوره فهذه الأمور كلها في المحاصلة تؤثر لن يكفي الأمر أن تكون هناك جائزة لن يكفي هناك يجب أن يكون في الأصل هناك قارئ هناك قارئ يجب أن يشجع ويقرأ ومن خلال القارئ هذا حقيقة يبدأ يظهر لنا قامات كبيرة في هذا المجال واستمام يعني كبار الكتاب من فترة حوالي عشر سنوات أنا أذكر بدأ عدد من الكتاب الكبار بالكتاب للطفل وكانت حركة جميلة لكنها طمست يعني كانت عبارة عن مبادرة أطلقت ثم نسيت وبقيت طي الأدراج هذه مشكلة حقيقية في مسألة أدب الأطفال ويجب أن نتبهي له وهي مؤشر إلى تدني اهتمامنا بثقافة الطفل صحيح أستاذ عبدالواحد عندما نتحدث عن ثقافة الطفل وتربيته أيضا نجد أم حسنة مجبرين للحديث عن الإعلام وعن الإعلام الحديث وعن مواقع التواصل الاجتماعي هذه أصبحت مغذي رئيسي لهذه الثقافة كيف تقرأ هذا المشهد؟ هذا المشهد هو أنا أراحك أنه يفضح كل أوهامنا وأساطيرنا حول الطفولة هذا المشهد هو الذي يباغتنا الآن ويجعلنا ندرك كم كنا مقصرين وكم يجب علينا أن نعمل فالعالم نكشف بغتة أمام الطفل من خلال الإعلام ومن خلال المعلوماتية هناك أمور كنا نصر عليها مثلا أو نعمل من أجلها خاصة أن التربية في جانب كبير منها هي عملية تنبيط بمعنى إنتاج أفراد نمطيين ينتمون إلى مجتمع معينة أو بهوية معينة الآن هذه الأمور الإعلامية وأيضا المعلوماتية أربكت هذا الأمر لعدم وجود خطط أساسا لاستيعاب وليس لرفض لاستيعاب ما يأتينا يعني مثلا الطفل حتى لو كان تم التربية هو وفق هوية معينة وفق أخلاقية معينة وفق مبنى فكري وشخصي معين أحيانا ربما فيلم كرتون واحد مليء بالبهرجة يستطيع أن يأخذ بعيدا عن هذه القيم من خلال ساعة أو ساعتين من لعبة لونية صارخة تجذب الطفل وتجعله يتماهى مثلا مع أحد شخصيات القصة التي في الأصل ربما تكون شخصية ربما مخادعة ربما فيها إشكالية معينة وخاصة في ظل أن هذه المواد هناك أحد إشكاليتين إما هي مواد لم تراقب بشكل جيد من قبل المتخصصين في وسائل الإعلام أو هي مواد أصلا لا تستطيع ردها بمعنى هي تأتيك من الفضاء ومن الشبكات أيضا إشكالية آلثة أستاذ عبد الواحد أنها مواد منتجة لمجتمعات غير مجتمعاتنا مجتمعات لها طابع خاص لها ثقافة لها حتى ديانة تختلف عن ما نحن عليه أستاذي نحن في صغيرنا اطلعنا على مواد منتجة لمجتمعات أخرى كثيرة وطلعنا على عادات الشعوب لكن كان الضبط أكثر طبعا هذه هي الإشكالية هي الإشكالية حقيقة ليس أن تعرف القيم الموجودة عند الآخرين أو طبيعة حياتي هي المشكلة في مسألة أن هذا الذي يأتي هل نحتسب له الآن لا تستطيع أن أقول هل هو مراقب أو هل هو مدروس الآن سيأتي كل شيء فهل أنت تحتسب له هناك أمر مهم جدا عندما تربي طفلك عندما تحصنه بما يحفظ شخصيته بما يدفعه نحو الإبداع نحو العمل من أجل مجتمعه نحو المستقبل هذا كافي حقيقة أستاذ عبدالوحب دعني أتوقف عند هذه الجزئية كيف نبني قيم وثقافة الضبط الذاتي لدى أطفالنا كيف نربيهم على هذا الضبط الذاتي الضبط الذاتي دعني أتي لك بمثال كثير من الناس مثلا ربما مثلا لديه برات في بيت ولا يحتاج إلى برات جديد ولكن مجرد أن يسمع إعلان يذهب ويأتي يشتري يتأثر بالصيق الإعلاني يتأثر بما يوجد عند الآخرين يتأثر إذا رأى شيء عند الآخرين هذا الطبع الاستهلاكي هو أحد مظاهر وهناك شخص آخر بينما لا ينطلق إلا من حاجاته هل هو بحاجة إلى هذا الأمر أم لا هذه مثلا أحد المسائل التي توضح مسألة الضبط الداخلي والضبط الخارجي هناك أناس ضبطهم خارجي بمعنى أن المظاهر المجتمع إزائي الأخري هذه الأمور تتحكم بهم بينما هناك أناس حقيقة ضبطهم داخلي ينطلق من حاجاتهم تربية هذا الأمر في نفسية الطفل حقيقة من الصغر أمر مهم جدا ودقيق جدا وهو في البداية سهل وليس بهذه الصعوبة لكن فيما بعد تكون معالجته صعبة جدا جميل أبناؤنا الآن وهم فلذات أكبادنا حقيقة يتلقون من المنزل من الشارع من المدرسة الدور الأكبر على من يقع على من وكيف يمكن أن تتضافر الجهود في بناء جيل مثقف جيل فعلا لديه قدرة على ضبط ذاته في اختيار الأصلح له دائما الآن أنت ذكرت ثلاث مناعة حقيقة الأسرة والشارع والمؤسسة هذه الثلاث نقاط الأساسية حقيقة مهمة جدا أولا في الأسرة مجموعة القيم التي تعطف الأسرة كبيرة الاهتمام المعطف للأسرة للأطفال مهمة حقيقة جادة وأساسية فمهمة الأسرة ليست الإنجاب فقط إنما هي ما سميناها الإنجاب البيولوجي يعني هناك مجموعة قيم مثلا تقليديا نحن مثلا في أسرنا أحيانا نأخذها على أساس حتى حتى قدسناها إلى حد كبير وهي في الأصل ليست هكذا صحيح يعني مثلا داخل الأسرة نسمي رب الأسرة ربة المنزل لماذا هذا المصطلح رب؟ لماذا هذا بمعنى أن هذه الأوامر جازمة وصارمة لا يجوز نهائيا الاعتراض عليها حتى مفهوم طاعة الوالدين حقيقة نفهمه بطريقة فيها كثير من القمع يعني هذا الأمر حقيقة يؤسس نوع من الرفض أحيانا داخل الآخر نوع من العنف حتى المبكر أحيانا أو كثير من الحالات لماذا هذه الأمور لا نراجعها مثلا الأمور الأخرى قضية الإهمال الوالدين مهما انشغلوا مهما كان هناك مهمة أساسية مناطبهم هي مهمة الاهتمام بالأطفال لم تكن لديك القدرة أن تنجب طفلا لا تنجب طفلا عندما تنجب طفلا يجب أن تهيئ نفسك لكي تربيه هذا من نسبة للأسرة الشارع طبعا اختفى الشارع اختفى بحياتنا لم يعد هناك شارع حقيقة شارع كان قديما كان أمر مهم وكان يشارك الأسرة في تربية الطفل وكان أساسا شارعا منضبطا بقيام وكذا الآن حقيقة غير موجود يعني ولذلك أهم إلى الدور وأصبح مكان خطر أحيانا لنشوء علاقات أو ربما مفاهيب خاطئة المؤسسة لازم ننظر إليها ضمن نظرة معينة نظرة تقليدية لا نطور أفكارنا كنت مثلا بني قاش حول فكرة مثلا الطفل الذي يذهب إلى المدرسة في السن السادسة أو السابعة مثلا من ديوم هذا الأمر هو علاقة بعجز المؤسسة عن أن تأخذ أطفال بأعمار مبكرة أكثر أما هي القضية ليست قضية قدرة الطفل على التعلم قدرة الطفل على التعلم تبدأ من السنة الثانية وتكون في أوجها في هذا العمر لكن هناك جملة أمور مؤثرة طبيعة المدرسة مهمة جدا عندما نهتم بالمعلم ستكون هناك أمة عظيمة قولا واحدا أنا أتفق معك بأن الشارع كان مربي في فترة من الفترات بالأمس القريب في المسجد كان بعض الأطفال يصدرون أصواتا ولم يحرك أحد ساكن ولم يوجههم أحد كنت أسأل فأنا وبعض الشباب فكانوا يقولون في زمن كان الجار يضرب ويعاقب ويوجه ابن جارة وتجد جارة يؤيد هذا التوجه بل وهو يعاقب أبناء الجيران إذا أخطأوا الآن إن عدمت هذه المفاهيم أو الحقيقة لنقول أنه حتى الجوار لم يعد كما كان سابقا أخي الآن في مقولة تقول الآن الإبن الأول يربي الوالدين ثم الوالدين يربون بقية الأبناء هذا أمر حقا يتعلق بطبيعة حياتنا المعاصرة وليس الحياة القديمة حتى داخل الأسرة كان الشاب يتزوج والفتاة تتزوج وينجيبون الأطفال ولم تكن مهمتهم تربية الطفل الأول أو الثاني كان الجد والجد وحقيقة هم كان يدخلوا في دورة للتأهيل تأهيل للوالدية من خلال مراقبة آبائهم كيف يتعاملون مع الأحفاد صحيح في نفس البيت تماما وهي تجربة حقيقة دورة حياتية يعيشونها عادة الأباء كانوا يربون الطفل الثالث ربما أو الرابع أو فيما بعد أما الطفل الأول والثاني غالبا كان الأجيل القديم الذي لديه خبرة وكذا الآن طبيعة الحياة مثلا تطلب الآباء مثلا ينفصلون من البداية بداية زواجه ينفصل فيه من البيت مستقل هذا الأمر لا يمتع حقا بقدرة أن يكون مؤهلا للوالدية طبعا هناك حلول من خلال أن تكون هناك اهتمام بثقافة الوالدية تكون هناك دورات للتأهيل فهذه الأمور كلها مهمة جدا داخل الأسرة وهي بالمحصلة تستطيع أن تعوض عن الحاجة جميل أستاذ عبد الواحد ونحن نتحدث عن الأسرة وأهمية الأسرة في بناء ثقافة الطفل وتربيته وأيضا تهيئته للتعامل مع هذا العالم الواسع ما هي القيم التي يمكن من خلالها أن نعزز التواصل والحوار كيف نتقرب من أبنائنا كيف نشيع بدل القمع والتوجيه والضرب الذي يحصل في كثير من المنازل كيف يمكن أن نعزز ثقافة الحوار بيننا وبين هؤلاء الأبناء تحدثنا منذ قليل عن مفهوم الطاعة مفهوم الطاعة الذي فهمناه بطريقة خاطئة حقيقة أنا أذكر قول عمر بن الخطاب عندما قال لأحد ابنه قد عققته قبل أن يعقق عندما سمى ابنه ربما تسميه حتى بشيعه وكذا وإلا فمسألة العقوق نفسرها أحيانا بطريقة تجعل من العلاقة بين الآباء والأبناء علاقة سيئة ابتداء من مفهوم الطاعة هذا مراجعته أمر مهم الآن داخل الأسرة الأسرة بحد ذاتها تجربة برلمانية ربما تجربة لها علاقة بقضية أنه كيف نتداول أمور الأسرة دور الطفل الطفل هو جزء من هذه الأسرة وله طبيعة حياته وله أموره هذا الطفل يجب أن يتمتع بنوع من الرأي داخل هذه الأسرة يكون له نوع من الحضور على الأقل يختار حاجاته يوجد هناك توجيه بكل تأكيد لكن مسألة الفرض دائما فيها إشكالية مناقشة أمور الأسرة هي نوع من التمهيد لكي تدخلوا حقيقة في مسألة أنه كيف يناقش القضايا الكبرى لمجتمعه بصدق بالان عندما تعوده على الحوار فأنت لا تعوده فقط على الحوار داخل الأسرة تعوده على الحوار داخل المجتمع وهذه الأمور مهمة جدا حقيقة أن نعيد إلى إعادة بناء مفاهيمها مسألة الآخر مسألة الحوار مسألة الاختلاف الثقافي كل هذه الأمور مهمة جدا لكي يستطيع أن الطفل الآن لم يبقى فقط معزول في داخل المجتمع معين الآن هو ينطلق وهو في منزله إلى آلاف المجتمعات إلى آلاف الثقافات وأن تتحدث عن انطلاق الطفل إلى كافة الثقافات وكافة المجتمعات من خلال الأجهزة الموجودة في منزله هذا يولد سؤال عن وسائل الإعلام ونحن نتحدث عن الطفل العربي بشكل خاص ماذا تقدم وسائل الإعلام لهذا الطفل؟ هل ما تقدم كافي لقيادة الطفل إلى العالم الخارجي وتعريفه بالعالم الآخر بشكل جيد؟ هل ما يقدم الإعلام في الوقت الحالي هو فعلا يدل على أنه إعلام مسؤول تجاه هذا الطفل؟ أعتقد إلى حد ما هناك شيء يقدم حتى لا تكون الصورة السوداء تماما لكن من ناحية المسؤولية حقا عندنا إشارات استفهام كثيرة الكثير من المواد يكون فيها إشكالية كبيرة وتبث ربما تساوقا مع شهرتها ربما أحيانا مع انتشارها لا يوجد هناك نوع من التبييء لهذا العمل بحيث أن هذا العمل حتى وإن كان عمل مشهور في العالم يتم تبييءه بحيث يكون مناسب للبيئة التي نحن نعيش بها بحيث لا تخلق نوع من التناقضات داخل نفس الطفل وتجاه مجتمع معين وتجاه قيم معينة نحن نريد أن تستمر فمن هذا الباب أنا أعتقد أن هناك نوعين إما هناك إعلام لا يعتني بالشكل وبالجذب وما إلى ذلك ويكون في نوع من المسؤولية أو يكون العكس تماما يعتمد على البهرجة والجذب ولياخذه ولا يوجد فيه مسؤولية هذا العكس المادتين فيهم إشكالية ويجب أن نحتسب أن نأخذ إيجابيات المادتين جميل طبعا لكي نبني جيلا مثقفا جيلا يقود المستقبل طبعا ما الذي يجب على جميع المؤسسات المعنية بتربية هذا الطفل بدءا من المنزل فالمدرسة فالمسجد فالشارع كل المؤسسات المثقف المحاضر في الجامعة كيف يمكن أن نبني هذا الجيل بما يتوافق مع متطلبات العصر أخي الكريم فعلا أعود إلى البداية حديثي الأطفال ليسوا أسطورهم هم واقع صحيح هم واقع نحن نرى ونعيش معه نحن على الأسف نتعامل مع الأطفال تعامل افتراضي كأنهم حالة افتراضية كأنهم حالة نتحدث عنهم وكأنهم سينتهون إلى نتيجة معينة حتى وإن تدخل وإن لم نتدخل بينما الواقع أنه إن لم نتدخل في هذه الثقافة لن يتحسن وضعها إن لم نرسم لها الخطط الكفيلة لن يتحسن وضعها إن لم نهتم بكل شيء يتعلق بالطفولة ولم نعطيه الاهتمام ليس فقط للطفولة بكل شيء يتعلق بالطفولة يعني مثلا الاهتمام بالمعلم هو اهتمام بالطفولة الاهتمام بالمدرسة هو اهتمام بالطفولة الاهتمام بالحذائق هو اهتمام بالطفولة الاهتمام بكل الأمور التي تتعلق بالطفولة الاهتمام الكافي والمهم هذا الحال لن يتغير لا يمكن أن تتغير المجتمعات من سوية حضارية إلى سوية أخرى إلا من خلال العناية بالفرق في أول نشأته وكما قلنا الأطفال هم في الأصل أنت الآن عندما تكون حريص على تحسين وضع الأطفال فأنت تحسن حال نصف المجتمع لكن أنت تؤسس للمستقبل بكامله لأن هؤلاء هم المستقبل بأكمله إذن الاهتمام بكل ما يتعلق بالطفل هو الاهتمام بالطفل أنا أتفق معك تماما وهذه المقولة يجب أن فعلا يشار إليها دائما ويوجه الإعلام إلى هذه العبارة بأنه فعلا الاهتمام بالمعلم هو اهتمام بالطفل الاهتمام بالشارع هو اهتمام بالطفل الاهتمام بالحدائق أيضا هو اهتمام بالطفل لأن الطفل هو من سيقود هذا الركب وسيقود المستقبل أخي الاهتمام بالطفل له دلالات كثيرة الاهتمام بالطفل أحيانا يدلع حقا على نمو مجتمع معين على حالة ثقافية يعيشها أحيانا حتى على مستوى آخر إهمال الطفولة أحيانا نحن الآن في هذه الأيام نشاهد حقا مشاهد قاسي في أماكن مثلا في سوريا أجساد الأطفال مكومة مقتولين بطريقة همجية الآن سكوت هذا العالم يدل على أن هناك انحطات على مستوى الحضارة لا يمكن أن هذا المشهد حقيقة أن يمر هكذا مرور الكرام هذا المشهد يجب البحث فيه يجب منعه يجب محاسبة عدم انتباه لهذا المشهد هذا يدل أن الحضارة التي نعيش فيها حقيقة لا تدل تعاني من حالة انحطات فظيعة لذلك أنا أقول حقيقة موضوع الطفولة والاهتمام بالطفولة وحالة الطفولة دائما يكشف طبيعة الثقافة التي نعيشها طبيعة الحضارة التي نعيشها طبيعة المجتمع الذي نعيش فيه أو طبيعة حتى البيئة الخاصة والبيئة العالمية أيضا التي نحيا فيها أستاذ عبد الواحد بيودي أن تعلق على بعض العبارات وأنت ذكرتها في ثنايا حديثك لكن لنوجه رسائل مختصرة للمشاهد الكريم للأب الذي يسمع هذا البرنامج للأم للمعلم أيضا للطفل نفسه بيودي أن نوجه بعض الرسائل إن هوية الطفل تنمو نتيجة لتفاعله مع من حوله في البيت أولا ثم في الحضانة والروضة والمجتمع الأوسع هي الهوية الحقيقية للطفل في الأخير ترتكز إلى أمر مهم جدا هي الحلم الهوية بحد ذاتها مرتبطة بالحلم بشكل أو آخر بمعنى كيف أن يكون له حضوره في العالم في المجتمع بصيغة تخصه بخصوصيته بهذه الأمور فعمليا مسألة الهوية مهمة جدا في هذا الإطار بشكل أن لا نفهمها أيضا أحيانا بطريقة مغلقة الهوية ليست شيئا ثابتا الهوية بحد ذاتها متحركة طبيعة الأسرة بحد ذاتها أحيانا تزرع بعض الأمور تتعلق بالهوية مثلا تجعلها أحيانا بعض الأمور التي لا علاقة لها بالهوية تجعلها دون مسألة الهوية ممتاز ليس لها علاقة ممتاز يبني الطفل خلال مسار نموه رؤيته الذاتية بمركباتها المختلفة فهو يبني تصوره عن ذاته وقدراته الذاتية عما يحب وعما يكره وعن ميوله ورغباته في انتمائه هذا كله يبنيه الطفل خلال نموه ما دور الأب والأم والمؤسسات كما ذكرنا أيضا في المساعدة والمساهمة في هذا البناء الطفل أصلا الطفل يبدأ بتعليم ذاته ولا ينتظر الآخرين الطفل عندما يلعب وعندما يلهو بالأدوات ويحاول أن يخطو خطواته الأولى ويقع ويتعرض أحيانا لبعض المخاطر هي وسيلته للتعرف إلى الحياة هذا اللعب بحد ذاته هي طريقته للتفاعل مع الحياة واكتساب الخبرة وما إلى ذلك الآن دور الآباء ودور الأسرة هو أن لا يحدوا من هذه القدرات بالدرجة الأولى دعني أقول لك شيء نحن دائما نقول أحيانا في حياتنا بعض المفاهيم الخاطئة على مستوى الأسرة أنه يجب على الآباء أن ينزلوا إلى مستوى أبنائهم أنا أقول لك قولا واحدا على الآباء أن يرتقوا إلى مستوى أبنائهم وليس أن ينزلوا بمعنى القدرة الموجودة عند الطفل حقيقة أن تفوق قدرة من خلال أحيانا بعض التجارب التعليمية اكتشفنا أن عند الطفل بعمر السنتين أو سنتين نصف قدرة هائلة ربما تتجاوز قدرة خمسين عالم من كبار علماء الكرة الأرضية أحيانا نحن ببعض القناعات مثلا نؤخر بعض الأمور على أساس أن هذا الطفل ربما يحتاج لا زال يحتاج إلى نوع من اللهو وما إلى ذلك نكون حقيقة يكون فيه نوع من الاعتداء على الفرد لأنك أنت تأخذ جزء مهم جدا من حياته هو عنده قدرة هائلة جدا على استعاب العلم على المعرفة على كذا إلى آخر وأنت تحاصره بخرافة موجودة في عقولنا هذه الإشكاليات حقيقة وذلك مهمة جدا أن نتعرف إلى الطفولة كيف نتعامل مع الطفولة ما هي مواصفات أن نراجع قناعاتنا الراسخة حتى ثقافتنا الشفاهية والتقالدية والتقنية هذه الأمور دائما تحتاج إلى أحد الأشخاص يسألني يقول لي ما فائدة التربية أنا أبي وأمي لم يكن مهائيا من المماني بالتربية وتراني كيف قلت المشكلة أن أنتك راضي عن نفسك لو أنت كنت ترى حقيقة العلل الموجودة في شخصك لأدركت حاجة والديك إلى أن يقرأ وأن يكونوا متمتعين بنوع من المعرفة في هذا الإطار حتى يمكن الرد على هذا الشخص بأنك جئت في وقت لم تكن هذه الوسائل الموجودة والمغريات موجودة كان الشارع يربي والمسجد يربي كنت في مجتمع كله يربي المقول الأخير والتي أريد أن تعلق عليها بشكل مختصر أن تنمية الهوية الثقافية للطفل شأنها شأن الأساس الذي إن زدته أمكانك من بناء عمارة كبيرة وإن قللت منه قللت من إمكانية البناء هذا أمر دائما خاصة بطبيعة الحياة المعاصرة نجد أن الآباء والمربين دائما يشتكون قلة الوقت من كثرة الانشغالات وكون التربية تحتاج إلى نوع من التركيز نوع من الوقت هذه الأمور حقيقة صحيحة وهي حقيقية شكوى الآباء أنهم لا يجدون الوقت هي حقيقية شكوى المعلمين والمدرسين أنهم لا يتمكنون من التحضير لهذه المسائل لكن هناك أمور بالإمكان أن توفر علينا هذه الأمور عندما نهتم بالطفل مثلا في الأسرة من الأعمار الصغيرة نعوده على بعض العادات الجيدة هذه الأمور حقيقة تفسح لنا الفسحة أستاذ عبد الواحد هل يمكن في خلاصة هذا الكلام أن نقول بأن الطفل فقد القدوة في الوقت الحالي ولي جاء بها حقيقة تحتاج إلى كبير من التركيز لكن أنا أعتقد أن مسألة القدوة الآن تعددت لأن طبيعة الحياة المعاصرة تعددت مسألة القدوة لم تبقى محصورة في شخصيات معينة مسألة القدوة مهمة جدا في الإطار التربوي لكن طبيعة الحياة المعاصرة أستاذ عبد الواحد لأنه وصلنا إلى النهاية في خلال نصف دقيقة كلمة ما يجول في خاطرك تبوح به للأباء والأمهات ممن يشاهدوا هذه الحلقة وموضوع ثقافة الطفل وتربيته أهم استثمار أهم استثمار ممكن أن نستثمره على مستوى الأسرة على مستوى المجتمع على مستوى الدولة على مستوى الحضارة هو الاستثمار في الطفولة جميل لا شيء يعادل الطفولة اهتموا بالطفولة تكون مجتمعاتكم غدا صحيحة وسليمة ممتاز أنا شاكر لك الأستاذ التربوي عبد الواحد العلواني حديث ممتع حقيقة عن الطفل وما أجمل الحديث عن هؤلاء الأطفال ما أجمل تربيتهم ما أجمل تنشئتهم التنشئة الصحيح حقيقة التي لا نأخذها من بعيد إنما نأخذها من ثوابت الشريعة الإسلامية نأخذها من تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لأبنائه وأبناء بناته وأبناء المسلمين أيضا وتعامله معهم لا شك بأن تثقيف الطفل وتربيته أمر ليس بالسهل وليس بالصعب إنما يعني يتطلب الكثير من الحكمة أنا شاكل لك أستاذ عبد الواحد أيضا أتفق معك في عبارة أنت ذكرتها لنجهز كل ما له علاقة بتربية الطفل شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال فقرات صباح الثقافية لهذا اليوم شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين شكرا للمشاهدين في Layer